السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى لكم تكونوا كاملا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم الوصفة دينا او للوجبة دينا كل شيء يبغيها الصغير والكبير سنشوفوا مع وضيتنا وجبة غدا او العشاء سباكيتي بسلسة طماطم كتجي اكتر من رائعة سنشوفوا معي بعض الاضافات التي تعطيها لد ومدق كتجي غزالة ما تشبعش منها بطريقتي ان شاء الله خليكم معي اخواتي من الولد الاخير وما تنسونيش فضلا من شجاعة ديالكم ليجزيكم بخير من بابي التشجيع والتحفيز وصفة كتجي ممتازة خطيرة ديال هاد العجائن هادو وكيف قلت في البداية كل شيء كيبغيها الصغير والكبير وكين بزاب ديال الاخوات لمنع الشاق هاد الوجبة هادى او لا من هاد الوصفة ونتوكلوا على بركتي الله ونقولوا باسم الله اول حاجة غادي مدعو بها صلصة طماطم اول حاجة غادي مدعو بها هاد الصلصة اللي هي صلصة طماطم يلا سيبناها علي دينا اكيد غادي كل مدق كيختلف بزاف في هاد الوجبة هادى غادي ناخد كمية ديال مطيشة تقريبا واحد ربعات لحبات ديال مطيشة او لا ثلاثة على حسب الكمية اللي بغيت انتو مدعو معها حبات ديال طماطم كرزية كنرش عليهم شوية ديال ملحة وكنديرهم فوق النار حتى كيغلوهم زيان يعني باش كناخد واحد المركز ديال مطيشة ولكنت عندنا واحد طريف ديال الففلة حلوة ممكن انكم نضيفوها معها وممكن نضيفو حتى واحد طريف ديال الجزر كيعطيها مدق اللي هو يزوين يعني لو وجدنا صلصة طماطم علي دينا اكيد المدقها ديختلف من من وصفاء الثانية انا كنوجد اه صلصة طماطم علي ديال بغيت نتقسم معاكم هاد المقطع هذا كيشفتو معايا وانتو ما كيبقي لكم الاختيار هذه هي الكيميا اللي غدي نخدم بها انا يعني باش غدي تعطيني واحد الكيميا ما شاء الله هدي السلصة طماطم عندي بالنسبة المكونات ديال هاد الوصفة هدي اولى الوجبة عندي كيميا ديال الكفتاء اولى اللحم المفروم وعندي حب وحدة ديال البصم اللي هي البصل اللي هي مفرومة غليطة عندي معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم وعندي هنا يا خليط ما بين زعتر و زعتر والحبق المجافف ان شاء الله موصفة غدي يجيكم اكتر من رائعة بمضاق زوين بزر يعني هدي وجبة بطريقتي اولى بلمستي غدي ناخدوا واحد ورقة ديال الرند اولى ديال سيدنا موسا معاهم دريسات ديال تومة جوج دريسات ديال تومة وهنا بنسبة الورق الرند غدي نحتاجوه باش غدي نسلقوه هاد لبات هادو اولى هاد سباكيتي وبنسبة السلصة وهذا هو المكونات الرئيسي ولا توفر لكم ديال القمح يكون احسن انا عندي تقريبا هنا اقل من 500 جرام يعني ماكملش ديك 500 جرام اقل منها ممكن ديرو 500 جرام وكذا تبقى على حسب افراد الاسرة ديالكم زيت البلدية اللي ضروري منها وعندي الملح وعندي الإبزار وعندي التوم بودرة هادو هما المكونات اللي غدي نحتاجو الوصفة ديالنا او للوجبة ديالنا هنا في كاثرول وضعت هديك سلصة ديال الطماطم وغدي نضيف لها شوية ديال الملحة وغدي نخليها حتى تنشف شوية من بعد غدي نضيف لها شوية ديال البزار بنسبة التوابل ورقة ديال سيدناموسا او اللي ديال الرنب وكيف كتشوفوا معي على جنب عندي واحد الكاثرول او اللي واحد الطنجرة اللي دايرا فيها المكيغلة اللي غدي نوضعو فيها العجائن ديالنا بالنسبة للسلصة فاشكت بدت تغلو تعود غدي نضيف لها مركز طماطم واحد معلقة كبيرة اللي كتكون عامرة وهنا يا عندي على جنب هاد المقلات يعني الوصفة ديالنا او للوجبة انا كنوجدها معاكم مباشرة غدي نوضع فيها مزيج ما بين زيت نباتية وزيت البلدية وحتف هاد الطنجرة هدي اللي فيها اولى هاد الكاثرولي فيها اه طماطم احت هي اوضعت فيها زيت عفوا زيت زيت زيتون وممكن يكون مزيج ما بين زيت البلدية وزيت زيت نباتية زيت بعد ما تسخن غدي نضيف لها هديك الحبة ديال البصل المفروم او لا اللي محكوكه غدي نقلبها شوية كيف كنقولو كنديها ونجيبها وفي نفس الوقت انايا كنحرك في سلسطة طماطم يعني كنخدم الوصفة ديالي كاملة قدامكم كيف كتشوفو معايا نضفت شوية ديال المنحة البصلة غدي نحك وحدة دريس ديال تومة دريس ديال تومة في سلسطة طماطم كتجينا هاد هاد الوصفة هادي ديال ليبات او لا ديال سباكيتي بسلسطة طماطم كتجي لديدة والماء عندي على الجم كيف كتليكم راه كيغلة نضفت فيه شوية ديال الملحة ورقة ديال الرند او لا ديال سيدناموسا فاش غادي نغلي هاد هاد سباكيتي ديالنا وضعت شوية ديال زيت الزيتون او لا زيت البلدية اكيد ممكن توضع شوية ديال زيت نباتية شوية ديال توم بودرة في سلسطة طماطم وهنا عندي الاعشاب المنسمة اللي كتعطيها مضاق خطير يعني مزيج ما بينزعتر ما بينزعتره مع يعني الحبق وهذا الحبق اللي هو يمجفف ومجفف على اليد ممكن انكم يعني تستغنوا عليه لما توفرش لكم وممكن انكم توضعوه طريق اضفت شوية ديال تحميره اولا البابريكا وهنا ايا هاد البصيلة بعد ما كتكون نزلات مع ذاك التوم وانا كنقلب فيها غد ينضيف لها الكفتة اهنا اضفت واحد المعلقة بقاتلية ديال سلسطة طماطم بالنسبة الكفتة ما فيهاش توابيل يعني بدون توابيل هنا يا غادي نديروا لي هاد توابيل اعلي دينا كنحاول انني نفتتها باش هكا ما كطيبش ليه مجموعة كطيبو هي مفتة ارقيق غادي نقرب لكم هنا باش تشوفوا معايا هاو ما يا لبات ديالي بدو كتسلقو او لا هاد سباكيتي هاي بدت كتسلق هي كتبقات كتبو هي كتنزل يعني احتكت نزل كلها في الإناء ديالنا ونردوا البال ونحترموا القياس او التوقيت اللي كيكون عندنا في العلبة ديال طيب ديالها باش هكا ما تجيناش قاسحة او في نفس الوقت يعني الطيب في القياس ويكون طيب ديالها معقول نضفت بالنسبة الكفتة شوية ديال البزار غادي نضيفه عفوان شوية ديالت حميرة شوية ديالتون بودرة ونحاول انني نقلب هاد الكفتة هادي وكيف قلت في البداية بزاف ديال الاخوات او لا بزاف اللي كيبغيوا هاد الوصفة هادي او لا هاد الوجبة وحتى بنسبة هاد الكفتة هادي نسمها بالاعشاب المناسمة اللي هي شوية ديال زعتر وزعتر وشوية ديال الحبق اللي كتعطيها واحد المدق اللي هو يالديد غادي نضيفه شوية ديال السلسطة السوجة واردو البال ان هادي عندي اتخيلة يعني كنضيف غير واحد شوية وكنعود نرجع كنخاف انها تفرغلي بكمية كبيرة وغادي نقلب الكل مزيان صفي ونحيدها على جنب ردو البال انه نما نخليوها شتفوت في الطياب ديال ها باش تبقى هي هاديك تبقى اه هاديك تبقى اه هاديك تبقى اه هاديك تبقى اه ارطباء او لك نقلبوهم وبالنسبة لهد الملك يكون تطيب لنا في هد العجائن او لك تسلق لنا فيه را كنهز منه واحد شوية وكنفرغها في ديك سلسطة تماطم هنتم ما كتشوفوا معي كنهز واحد شوية وغادي نضيفها باش غادي كيف كنقولو كتلب لنا هاديك سلسطة ديال الطماطم انا قربتها لكم اكتر كيكون فيها النشا هذا كل ما كيكون فيه النشا صافي وهي العجائن ديالنا را هي طابت اولا سباكيتي ديالنا كتكون طيبة كيف قلت كنحترمو التوقيت ديال الطياب ديالها اللي كيكون على الدهر ديال العلبة ولكنت عندكم بالقمح يكون احسن بعدما كالطيب غادي نسقطرها اولا غادي نصفيها كيف كتشوفوا معايا وغادي نوضع فيها يا اما طريف ديال الزبدة يا اما شوية ديال زيت البلدية اولا زيت زيتون انا هنا هيا غادي ننضيف لها زيت البلدية وكيبقى لكم الاختيار ممكن انكم اضيفوا لها كيف قلت شوية ديال زبدة وهي سخونة هنتو ما شوفوا معي ما كتتعجنش يعني واخد القيص ديالها في الطياب غادي نحاول انني انقلب فيها هاد الكيمياء ديال زيت البلدية وممكن توضعوا الزبدة غير هي تكون من اصل اه يعني حيواني ما تكونش المارغارين نهائيا ما تكونش المارغارين باش يكون المدق ديالها زوين وهنايا في طبق التقديم غادي نشوفوا معي غادي نفرغ اه العجائين ديالنا هي بقى سخونة وكنفضل ان يكون عندكم صحن كيدخول فران يكون احسن غادي نوزع فوق منها سلسة الطماطن غادي نوضع كيمياء ديال الكفتا مولا اللحم المفروم اللي بالمدق ديال يعني الاعشاب المناسمة عفوا الاعشاب المناسمة وشوية ديال صلصة صوجك يعطيها مدق لهو زوين ارشيت شوية ديال جبن مبشور ورجعتها الفران او لدخلتها الفران اللي كيكون سخون غير كي يدوب عليها الجبن وها هي الوجبة ديالنا واجدة مصراحة جت وجبة غزالة غزالة كنتمنى انكم تجربوها اليوم قبل غدا بطريقتي او لا بلمستي سهلة وبسيطة لا تناول جميع خليتلكم الراحة اخواتتي انتلقوا ان شاء الله فيديو جديد او لفوصفه جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسونيش فضلا من شجاعات ديالكم اللي وصلت معايا الاخر الفيديو مشكور اختي كنقول لك شكرا لك من القلب وما تنسينيش واحد القليب او لا وريدها او لا نقيطة او كلمة طيبة وبصحة ورحمة شكرا